نبدأ كده تقول لنا أكتر عن الريشة وشكلها في مصر وتطورها في السنوات اللي فاتت من انتشارها دوسي هو الريشة طائرة ابتدت يمكن متأخر شوية في التسعينات يمكن واحد تسعين ابتدت واشهرت واحد تسعين وابتدت واشهرت واحد تسعين طبعا في الأول أي لعبة جديدة بتبقى مدياتها بتبقى صعبة التحديس بيبقى لسه ناشئ بيبقى عنده صعوبات كتير بصراع احنا ابتدينا في جو لما أنا كنت بلعف أول منتخب تكون للريشة الطائرة كان عندنا طبعا صعوبات جمدة جدا ما قدرش ألوم الإدارة ساعتها لأنه كان لسه اتحاد ناشئ الدعم أكيد ما كانش متوفر بالكم من يخلينا نبتدي نعدي نفسنا طبعا عددات كويسة فمع الوقت طبعا اتأثر لعبة الريشة الطائرة انه هما ما عملوش طفرات سريعة مؤخرا طبعا الدولة اهتمت ببعض الألعاب غير الكورت القدم طبعا لكل ينا من اهتم بيها لكن ابتدى فيه اهتمام جامد في الآخر يمكن عشر سنين دول بالألعاب الأخرى الألعاب الفردية بالذات لأنها دي اللي بتحقق مديليات أولمبية وده طبيعي اننا بدل ما اصرف على فريق كامل يعني يعدي الـ 25 لعب أو فرض على اصرف على لعب واحد اقدر اوصل بيه بخطة اننا لو هو اصلا لعب واعد ان في اي لعبة من لعب فردية اقدر اوصل بيه الأولمبياد ممتاز سهولة عنا مصرف عنا فرقة كبيرة زي فرقة طبعا الكورة والهندبول والبوليبول حاجات دي طبعا اكيد بتفرق كتير يعني